تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الشاكي بيتر بابل شهد الاتصال وتأكيد البلدين حرصهما على تطوير التعاون التنائي على مختلف الأصعيد استنادا للعلاقات الوطيدة التي تجمع بينهما كما تناول الاتصال التباحت حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك من بينها الأزمة الأوكرانية والتطورات في قطاع غلثة حيث أكد رئيس السيسي أهمية الحلول السلمية للأزمات الدولية والإقليمية مشددا على ضرورة تكاتف الجهود الدولية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإغاثية بصورة عاجلة كما أكد الرئيس السيسي على ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة لتفادي توسع الصراع والتوصل لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين